موسيقى أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم رح نتكلم عن موضوع مهم جداً ورح نلقي ضوء على هذا الموضوع اللي هو أسليب دراسة الكتاب المقدس شايفين؟ الكتاب المقدس ده كتاب كبير فيه عهدين وطبعاً لأول وهلة الإنسان بيتساءل وين أبتدي؟ كيف أبتدي؟ شو أقرأ؟ إيه الأولوية في القراءة وهكذا؟ فرح يكون حلقة عملية شيقة جداً في أسليب دراسة كلمة الله وهذا الموضوع كتير كتير مهم لأنه فعلاً كتير ناس عابرين بالذات بيسألوني بعد ما بيعبروا وبآمنوا في يسوع المسيح كيف نقرأ الكتاب المقدس؟ هل لازم أتطهر؟ هل لازم أغتسل؟ هل لازم أقرأ في بوزيشن معين؟ هل لازم أقول كلمات معينة أو افتتاحية إلى آخره؟ إيه الأسليب؟ وكيف الأسليب اللي إحنا بنتكلم عنها في دراسة الكتاب المقدس؟ مع أنه كل الكتاب هو كلمة الله ولكن السؤال كيف ممكن أدرسه؟ كيف ممكن أقرأه؟ كيف ممكن أطبقه على حياتي؟ إيه الأسليب؟ إيه اللي ممكن أفعله حتى أستفيد من كلمة الله؟ كل هذه الأسئلة رح يجاوب عليها ضيف الحلقة ولكن أنا بدعوك في هذه الحلقة فعلاً اتصلي قوله يا رب افتح ذهني لفهم الكتب فهم الكتاب المقدس افتح قلبي اكشف عن عيني حتى أرى عجائب من شريعتك وصدقني روح الله بيبتدي يتعامل معك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل لأقدم ضيف الحلقة اشتركوا في القناة أسليب دراسة الكتاب المقدس يسرنا الأستضيف إلى برنامج ليكن نور مش ضيف هو صاحب مكان هو أخ صديق وهو أيضاً خادم للإنجيل ومعلم للكتاب المقدس الأخ أمال جندي أو الدكتور أمال جندي أهله سهلة فيك أهلاً لك يا خزار وشكراً للاستضافة أنا كتير فرحان وطبعاً بحبك كتير يا أخ أمال ومع حفظ الألقاب أنا بدي أنادي عليك كيف متعود أنادي عليك الكتاب المقدس مثل ما ابتديت يعني شخص بقامد بالمسيح وبيتطلع واو في كتاب كبير في عهدين أصفار كثيرة من التكوين للرؤية إيه؟ يعني أنت طبعاً الرب وضع على قلبك أنت كنت رجل أعمال وناجح وبعدين تركت كل شيء وخصصت وقتك وحياتك للخدمة وتركيزك في الخدمة هو التعليم والتلمزة وهذا الشيء اللي الرب وضعه على قلبك فأنا طبعاً بسأل من خبرتك شخص مختبر خلينا نبتدي في المقدمة إيه اللي عاوزت وصله في هذه الحلقة لأحبائنا المشاهدين بس يا خنزر علشان الأمور تكون واضحة وفي منتهى البساطة الإيمان المسيحي كله هو مبني على كلمة الله الكتاب المقدس بنشوف في الكتاب المقدس فكرة الله أعمال الله نتعلم عن من هو الله ونتعرف معرفة شخصية وتكون لنا علاقة شخصية مع هذا الإله الكتاب المقدس من التكوين للرؤية بيوضح بيجوب على أسئلة كثيرة يعني مثلاً الأسئلة الأساسية يا خنزار الواحد دايماً بيسألها مين هو الله طيب إيه تعاليمه طيب مين أنا أنا جاي من فين طيب أنا عايش ليه طيب أنا أعيش إزاي طيب بعد فترة الوجيزة هروح فين كل هذه الأسئلة واضحة في كلمة الله المشكلة يا خنزار للأسف منتشرة أنه إحنا ما بنهتمش بدراسة كلمة الله بنجراها لكننا لا ندرسها وده في فرج كبير نعم منكررها منرددها منقرأها لكن بنسمعها وخلاص مش بنسمعها فيها ومنسأل أسئلة اللي تسير يعني داخلنا بالضبط كده بالضبط كده عشان كده كلمة الله بتعلن كمان العلاقة بين هذا الإله وبين الإنسان بغض النظر عن سواء مؤمن أو غير مؤمن هو بين الخالق والمخلوق فلازم أعرفها وبعدين علاقة خاصة ما بين الله وبين شعبه وده بنشوفه كتير واضح في سفر التسنية بيتكلم عن علاقة الله بشعبه لما بيتكلم عن أنه في تسنية أربعة واحد اتنين بيقول الآن اسمع يا إسرائيل الفرائد والأحكام وبدأ يسرد هذه الفرائد والأحكام وبعدين في آخر حوالي عدد خمسة لعشرة بيتكلم عن حاجة مهمة جدا أن هذه الفرائد والأحكام المعلنة في كلمة الله أنا مسؤول مسؤولية شخصية أن أنا أتعلمها وأن أنا أعلمها وخصوصا تبدأ المسؤولية من البيت أعلمها الأولادي وأحفادي أولاد أولادي لأنه بيتكلم بيقول علمها أولادك وأولاد أولادك سفر التسنية فدي عندي مسؤولية المشكلة يا أخي نزار أنه بأخذنا الطريق السهل في المعرفة عن كلمة الله وبعدين لو احنا تكلمنا أنه دي العلاقة في العهد القديم بين الله وشعبه بيتكلم عن المعرفة العهد الجديد بيؤكد أن تلك المعرفة لابد أيضا أن تتطور إلى سلوك حياة عشان كده في تيموساوس الأولى واحد خمسة بيقول غاية الوصية هي المحبة هي المحبة ده هو ده بعدين كل الكتاب موحى به من الله ونافع نافع لإيه؟ تعليم توبيخ تأذيب تقويم الزي للبر فإذا هناك مش الدراسة بس لغرض الدراسة لكن الدراسة لتغيير الحياة في الرسالة إلى العبرانيين الصحاح الأول يعني بيتكلم عن فكر الله وإعلاناته الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه عن يسوع المسيح وطبعا إحنا من الكتاب المقدس متى ذي مكرت إحنا منتعرف على الله على طبيعته على صفاته على شخصه على معاملاته من كلمة الله يعني في مزمور 19 السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر في دراسة إحنا منعرف أنه في خالق بس مش عارفينه شخصيا بعدين في نفس الإصحاح بقول نموسى الرب كامل فإذا نبتدي نعرف من الكلمة من هو الله من صفات الله ولكن كمال المعرفة هو في يسوع المسيح ده صحيح لأنه الوحي يا أخي نزار الوحي ويمكن ده واحدة من مبادئ الدرس كتاب أن أنا أدرك يعني وحي متدرج وممكن نوصل نغطي النقطة دي بس الحقيقة أنا نفسي يمكن بس لحبايبنا المشاهدين يعني شزرة بسيطة وملخصة ما هو الكتاب المقدس أكيد طبعا الكتاب المقدس عبارة عن عهدين عهد قديم وعهد جديد بتكون من 66 سفر 39 سفر عهد قديم و 27 سفر في العهد الجديد كتب وحي الله هو الكاتب لكن استخدم أقلام بشرية تلك الأقلام البشرية رب استخدم فيها 40 قلم مختلف وهذه الأقلام البشرية هم أشخاص حفظهم من روح القدس وعصمهم أنهم ينقلوا كلمة طالية على الفكرة الرب ما كانش بيستخدم حكمة هؤلاء الأنبياء أو الكتاب اللي استخدمهم لكنه هو كان بيوحي ليهم ويتعامل معهم ويظهر لهم فكل اللي بيكتبوه هو فكرة الله هو كلمة الله هذا الكتاب كتب على مدار 1600 سنة من 1512 قبل الميلاد لـ 98 بعد الميلاد حوالي 1612 سنة وهذه الحقبة الطويلة اللي هم فيها الرب يستخدم 40 كاتب رسالة وحدة فقط وهي خطة الله لخلاص الإنسان فبركز يعني الكتاب المقدس على هذا الموضوع رغم أنه مثل ما ذكرت 40 كاتب على مدار 1600 سنة من أشخاص متعددة مختلفة من خلفيات عندك سليمان الحكيم عندك عامس الراعي عندك الإشعياء النبي الفصيح ويعني في حقب تاريخي ولكن المحور واحد هو خط الفداء اللي بحاول الرب يوصله ده صحيح واتكتب بثلاث لغات المهد القديم عبرية وجزء أرامي والعهد الجديد يوناني عشان كده أصل الكلمة المكتوبة بهذه اللغات الأصلية لما ترجم إلى آلاف اللغات حاليا ودي عبارة عن ترجمات لكن النص الأصلي هو العبري والأرامي واليوناني وطبعا بس للتوضيح أن الكتب كتير مرات نهاجم أنه طبعا بتختلف عن نسخة تانية لا هي دي ترجمات في الإنجليزي بسموها versions يعني في ناس بتتكلم لغة عربية فصيحة عملوا ترجم يتبسط بعض الكلمات ولكن اللي عاوز يقرأ ممكن يقرأ في اللغة الأصلية أو في اللغة اليونانية أو اللغة العبرية حتى تعرف المعنى ولأن اللغة العربية واسعة جدا فمرات نفس الكلمة إلها كده يعني اسم ده صحيح وفي نفس الوقت كمان الكتاب سواء اللغات الأصلية أو الترجمات هي كلمة الله المعلنة اللي عملت اللين علشان نجراها ونفهمها دي بتحقق قصد الله في الكتاب يقول في أشعية 55 10 11 يقول لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل هكذا تكون كلمتي لا ترجع إلي يا فارغ هو ده الغرض من وجود كلمة الله بين يدينا أكيد ولحظت في طيات الحديث أنت ذكرت عن طبيعة الكتاب المقدس وفي مبادئ لتفسير طبعا كلمة الله وأنا عاوز أن نركز في هاي الفترة يعني أو في هاي الفقرة نركز على مبادئ التفسير لأنه مش كل واحد بياخد الكلمة بشوط فيها لا في مبادئ لتفسير الكلمة الحقيقة يا خنزار المبادئ مبنية على أنه الكتاب المقدس هو وحده طبعا زمن الإصلاح هم الفايف سولا دوله هو سولا سكريبتورا أو الكتاب المقدس الوحده سولا فيدي الإيمان وحده سولا جريدي النعمة وحدها سولا كريستوس يسوع المسيح وحده وأن سول دي غلوريا أو المجد لله وحده فالكتاب المقدس وحده وحده من أساسيات الإصلاح اللي حصل فيه على مر عصور الكنيسة أول مبدأ لما أجي أنا أقترب إلى كلمة الله أتعلم حاجة مهمة يا خنزار لأنه من معاملتنا مع بعض الإخوة والأخوات وبعض الكنيس للأسف فيه بيتخذ آيات مجتزئة ويبنى عليها تعليم أو عقيدة أو عقيدة على آية وحدة ودي خطيرة لأنه واحد من أهم مبادئ تفسير كلمة الله أنه الكتاب المقدس بيفسر الكتاب المقدس قارنين الروحيات بالروحيات بالزبط كده قارنين الروحيات وفاحصين الكتب كل يوم يعني طبعا أهل برية رسول بوليس بيقول دول كانوا أشرف من جماعة تسالونيكي ليه لأنه بالرغم بوليس الرسول هو كان بيعظ ويخدم وسطهم كانوا لا ما كانوش بس بياخدوا الكلام سطحي كانوا بيرجعوا فاحصين الكتب كل يوم علشان يتأكدوا هل هذه الأمور هكذا ولا لا فمهم جدا أن أنا واحدة مما بدأ كلمة الله أن الكتاب المقدس بيعلم بيفسر الكتاب المقدس ومن حديثنا مع بعض أنت يعني واضع تسع مبادئ حول موضوع طبيعة الكتاب المقدس وكيفية تفسيره ده صحيح فاحنا دلوقتي بنتكلم عن المبدأ الأول المبدأ الأول المبدأ الأول في حاجة مهمة في المبدأ الأول يا خنزر أنه الكتاب المقدس ليس قاصرا على فئة معينة لمتاح للجميع يعني ما عندناش هيئة العلماء أو الفتاوى ليه لأنه لأنه كلمة ودي واحدة برضو من أسس الإصلاح أنه ما فيش الكهنوت اللي يمتلك مكانش الكتاب سلط التفسير لكنه متاح الطبع دلوقتي مطبوعه متاح للكل ومع إتاحة للجميع هناك مسؤولية على كل واحد أكيد طالما أنا أعطيت هذه النعمة أن أنا يكون عندي أكسس لكلمة الله يبقى أنا كمان مسؤول أن أفهم أقرأها أفهمها وأدرسها فالمبدأ الأول هو الكتاب المقدس يفسر الكتاب المقدس يعني أنت ذكرتني في كلمات الرسول بولوس لما اتكلم مع قصوص أفسوس في أعمال عشرين كان موجود قريب يعني على المنطقة حوالي 45 كيلو مليتوس فبقول يعني خبرتكم بكل أيوة بكل مشورة الله صح يعني مخلاش إشي ناقص علمهم كل إشي بس تغرب له أنه في نفس الحديث بولوس الرسول عم بيحكي لمين لخدام خدام الكلمة ومنكم أنتم سيكون ذئاب خاطفة يعني ريو خرج ذئاب خاطفة ومش رح تشفق على الرعية واو عشان كده يا خنزار ده تحذير أنه أنا مسؤول أنه أنا أفحص التعليم بسمعه أو دلوقتي السوشيال ميديا التعليم صلطة صلطة صحيح فيه واحد صديق الأخ عزت دايما يقول بص يا أمال فيه كباب وفيه بقدونس يعرف الكباب على البقدونس في مصر قل لك التعليم ده كله بقدونس مفهوش كباب فده صحيح يعني عشان كده أنا مسؤول أنه أفحص الكلمة وأفحص الكتاب والكتاب بيفسر نفسه عشان كده كل مسيحي وده المبدأ التاني وإيمانه واقتناعه الشخصي يعني إيه إيمانه واقتناعه الشخصي دي ودحها شوي أكتر لأنه هاي كمان شوي يعني آه سيف زو حدين الحاجية أنه أنا أبقى مسؤول عن فحص الكلمة اللي أنا بسمعها والتعليم اللي أنا بسمعه ده أول حاجة وده أكون أنا مرتاح له شخصيا بس السلاح العكسي الغلط أنه أنا أقترب لكلمة الله وأجراها وأنا عندي قناعة شخصية بتعليم زمان كنت سمعته أو تربيت عليه وللأسف هذا التعليم ضد كلمة لا يتمشى مع كلمة يعني مع القناعة الشخصية بعد إذنك أخ أمال أنه لازم يكون في استقامة في التعليم بالزبط لازم يكون في أمانة لازم يكون في مصداقية ولازم يكون في محاسبة أخطر شيء لما في خدام مش عاوز يكون عندهم أي محاسبة بيكلم أي كلام وخلاص الشخص ده قال الموضوع ده فبدون أي محاسبة الخطورة هنا يا خنزال الخطورة أنه أنا بثق في شخص معين أو في تعليم معين أو في حتى الطايفة معينة ما احترام لكل الطايف دون لسقة في كلمة الله المعلنة لأنه ذكرت القناعة الشخصية وهي شوي بحسها الكلمة ملغومة أخ أمال فمشان هيك أنا حاب أنك توضح الفكرة شو بتقصد أوكي اللي أنا أقصد أنه القناعة الشخصية اللي أنا أصل لأنه احنا بتكلم على دلوقتي واحد مؤمن بيدرس كلمة الله نعم هذا المؤمن أعطي الروح القدس فأنا لما أضع نفسي تحت تأثير روح الله وأنا بأقرأ الكلمة وأدرس الكلمة وأتعلم الكلمة بدل فرصة للروح القدس هو اللي يعلمني مش الأخ فلان أو القص فلان أو الكاهن فلان أو البابا فلان معنى مش غلط مش غلط لا بالعكس ده الكتاب بيقول إيه الكتاب بيقول أعطى البعض أن يكون رسلا نعم والبعض أنبياء والبعض مباشية فبرضه الرب أقام في الكئب بس ورعاة ومعلمين ورعاة ومعلمين إلى أن ننتهي جميعا إلى وحدانية الإيمان ولما يقول وحدانية الإيمان أنا مش بتكلم على وحدانية التواقف أنا أتكلم على وحدانية الإيمان في معرفة الحق الكتابي كما أعلن بالروح القدس وروح القدس اللي جوايا بيشهد لي فالقناعة الشخصية هنا هو هو المثول وإتاحة المجال لروح الله الداخلي أنه يستخدم هذا المكتوب وبكتني على خطية وبخضوع يعني أنا أعوز أركز وبخضوع لأنه بنرجع على موضوع السوشال ميديا موضوع الصلطة اليوم أنت بتشوف كتير تعليم حلوة ولكن عدم التعمق والتمييز الروح أو الحس الروح أنك تدرك أنه فيه شي مش زابط يعني فمهم جدا نرجع للمصدر للكلمة لأنه أستأذنك وريني الكتاب أنا دايما بقول لأولادي بقولهم أنا باجي لكلمة الله وأضع نفسي تحت سلطان كلمة الله أمين ما جيش أنا بفكرة معينة جايبها وأوعد أدور على آيات عشان تثبت هذه الفكرة فمهم فمهم جدا أنه الخضوع اللي حضرت اتكلمته الكتاب المقدس لأنه مصدره وحيد وهو الله فتعليمه واحد وتعليم عشان كده مهم جدا أنه نكون حرصين على التعليم الصحيح لأنه هو موحبي من الله ونافع لكل هذا تعليم وتوبيق وتحديد وخلينا معناة نفوت على المبدأ الثالث المبدأ الثالث احنا قلنا الكتاب يفسر نفسه بنفسه وفي القناعة الشخصية بسلطان روح القدس الجوية بخضوع لسلطان روح القدس ويكون يعني عند الاستقامة والأمانة وعند المحاسبة أنه أكون في محاسبة هاي مهم جدا لأن ده مسئوليتي أمام الله طبعا المبدأ الثالث هو أنه كتاب المقدس مفوش تناقض بنسميه قانون عدم التناقض نعم احنا قلنا تكتب اربعين كاتب بخلفيات ثقافية مختلفة و 1600 سنة ومع هذا يا خنزار ليست هناك اي تناقض سواء العهد القديم وعهد الجديد ما عندناش يا خنزار ناسخ ومنسوخ في كلمة الله حاشة طبعا لأن الله لا يتغير إزاي الله يتغير وفكره يتغير وينسى وينزل حاجة ويحب يجيب أحسن منها فيروح يلغي الرب يسوع لم يجي قال لم آتي لأنقض بل لأكمل عرف يعني أنا التخصص طبع والخلفيات الحضرية ولما بروح على منطقة البحر الميت وبالذات منطقة كمران واكتشفوا كل هذه المخطوطات وأهم مخطوطتين اللي اكتشفوها مخطوطة إشعياء النبي والشيء المزهل أنه هذا السفر سفر إشعياء اللي هوجم كثيرا جدا بتقرأ بنفس اللغة العبرية مثلا عم بتقرأ نفس الكلمات وبرجع تاريخها حوالي مئة وخمسين متين سنة قبل الميلاد ونفس الكلام الموجود بين إدينا فإذن كلمة الله لا تناقد ولا تتغير ولا تتبدل وحاشة أنه أي حد يكون يبدل كلمة الله الحبايب المشاهدين بس اجروا مزمور ستة وتمانين أو مزمور مية وثاعتاشر من تسعة وتمانين إلى تسعين بيقول إلى الأبد إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات في السماوات مثبتة إلى دور فدور أمانتك من جيل إلى جيل أمانت الله أسست الأرض فثبتت وشوهات كتير في أرمية وغيره زي ما حضرتك تكلمت أعمال عشرة بيقول إيه كمان بيؤكد الربط العهد القديم بالعهد الجديد بيقول له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران خطايا ده ده إيه ده من العهد القديم في الإيمان بالمسية اللي جاء ف لأنه في خط واضح في الكتاب المقدس بدون تناقض عاوز يوصلنا للمحور للمركز اللي هو شخصية يسو الجسيس نسان جندي اللي أنا رب أكرمني أني أتعلم يعني معاه وعند قدميه الحاجية كان عنده كلمة شهيرة بيقول الكتاب المقدس مربوط برباط قرمزي من سفر التكوين صنع لهم الرب أقمصة من جلده البسومة إلى سفر الرؤية واللي هو وفي وسط الخروف رأيته خروف كان مذبوح فهذا الحبل القرمزي هو دم يسوع المعروف سابقا قبل تأسيس العالم هذه رسالة الخلاص يخطط الله للخلاص لا في تناقض لا في ناسخ لا في منسوخ لكنه هناك تدرج فيه كمان خادم كان ضيف اللي هو الأسيس جورج سابا من لبنان قال الكلام الرب هو رب الكلام ده صحيح ده صح صحيح مردود عليها على فترة ما فيش حاجة جديدة يعني يعني عارف كله مردود عليه بس واحدة من مهمة ياخي نزا أنه المبادئ دي مش ماشية كل واحد لوحده هذه المبادئ منسوجة معا وهي دي اللي بتتمثل البلاتفورم اللي أنا إزاي أدرس كلمة الله وهنا طبعا تيجي الشخص المغرض من خلال الخداع والرياء والكبرياء والهدف يعني مش الهدف أنه يبحث عشان يخلص الهدف أنه يدافع ويهاجم حتى يحمي نفسه وانت عارف يا أخ أمال في الخدمة في الشرق الأوسط شمال أفريقيا وهذا شيء ليس مخفي عددا بيقتبسوا مثلا آية ناقصة اللي بتتكلم عن إنسانية يسوع ونحن نؤمن إنه المسيح هو إنسان كامل بكل معنى الكلمة طب شمعنا أنت اقتبست هذا الآية وعلى طول الآية اللي بعدها مثلا ما اقتبستاش مثلا يعني بتتكلم مع واحد قال لها شوف مكتوب في يوحن السبعة عشر آية ثلاثة شو مكتوب وهذه الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع الذي أرسل طيب إنه يسوع رسول مرسل من عند الإله الحقيقي طب أنت ليه ما أريدش الآية اللي بعدها آية أربعة وآية خمسة مجدني بالمجد الذي كان ليه عندك قبل كون العالم شو معنى أو بيجي في يوحن بقولك وأنا إنسان قد كلمكم بالحق تليه عم تعمل إله ما بقول عن نفسه وأنا إنسان طب وهو بنفس الإصحاح بقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن أنا كائن شو معنى اقتبست هذه وما اقتبست شي تاني مشكلة الحاجات دي يا خنزار الأسف حبيبنا في كل مكان بيسمعوا بيكون زي الاستوانة المشروخة بيكرروا كلام بدون فكر بدون طمحيص بدون دراسة ما يعرفوش بس سمعوا واحد من القيادات القيادات بتوعهم بيهاجم كلمة الله فهو بياخد هذا ويستخدمه كسلحة كوبين بيست بالضبط كوبين بيست من غير ما يفكر وده البوتوم لاين بتاعه إلى هذا الظهر أعمى أزهان غير المؤمنين الوقت عم بركض يا أخ أمال وواو فخلينا ندخل دغرة على المبدأ الرابع على فكرة المبدأ الرابع ده بيمشي مع الكلمة الحديثة اللي هو أهمية السياق السياق ده مهم جدا ليه؟ لأنه أنا ما خدش نص آية أو آية أو آية أو كونتكس وأبنى عليها تعالي وبعدين أهمية السياق ده يعني فيه أمثلة كتيرة بس ما عندناش وقت يلا معليش يعني مهم لأنه هذا موضوع مهم فيه عندنا عندنا مثلا السياقات مختلفة جدا السياق أنا بشوف النص اللي قدامي ده نوعه إيه؟ النص الأدبي لأنه لأنه كلمة الله بتحوي نصوص مختلفة منها الشعر منها النثر منها الرواية منها القصة منها الرسالة اللهوت اللهوت فهناك فيه سياقات أدبية سياقات لهودية سياقات تاريخية فبناء على هذا السياق أنا بتعلم أنا عاوز أعرف في أي سياق هذا عشان أقدر أفهمه صح أفهمه القصد الكاتب الرئيسي لتلك وهنا بيجي دور الخلفيات الحضرية مثلا إزي يسوع مثلا نتكلم بكلمة نقول بكفر نحوم شمعنى أنه تكلم في كفر نحوم ليه في هذا التوقيت مين اللي عايش مين السكان مين اللي بيسمعه شونه نوعية الناس كيف فهمه يعني مثلا بقول يعني لأني قلت ابن الله على طول اليهود فهمه إن هو الله عش كده رفعوا حجارة ليرجموه بالضبط فالسياق يعني كيف اللي كانوا بيفهمه يجي بعد حد بعد مثلا مئات سنين ويغير السياق يعني بحسب كيف هو بفكر والسياقات دي كمان أبص عليها تاريخية يعني مثلا لما ربي يسوع بيتكلم على الخمر الجديدة والزقاق العتيق ما ينفعش أحط الخمر الجديدة في الزق عتيق طب ليه هو يتكلم عنه لأنه هو ربي يسوع هو الوحي هو هو الوحي المتدرج واللي ظهر في شخصه في الآخر اللي هو أساسا جه ليعلن حقبة جديدة من خطة الله للخلاص ما ينفعش أخذ هذا التعليم وحطه في إطار عبادات تقصية في العهد القديم والفكرة من الموضوع هو عم بيستخدم أسليب مفهومة للناس ده عشان يوصل لكي الأمثال يعني كان يتكلم بأمثال وكان يتكلم عن أمثلة اللي الناس شايفتها عرفتها مثل بحير الطبرية صيد السمك إلى آخر الشبكة الزراعة بالزبط كده وهنا بيتكلم عن هو الوحي وده المبدأ الخامس اللي هو الوحي التدريجي إنه الله ما بيتغيرش ما بيرجعش في كلامه لكن زي إيه يا خنزار يعني مثلا أنا بدرس مثل رياضيات فأدرس في ابتدائي الجمع والطرح والقسمة والضرب لما أدخل في إعدادي أنا بستخدم الجمع والطرح والقسمة والضرب وده في استكشاف لغارتمات رياضية أكبر وأوصل للثانو لغاية لما أدخل فيه حتى الكلمات عنيفة في اللغة العربية ده صحي عشان كده الوحي طرح ضرب اللي هو لما واحد زائد واحد بيساوي فأنا باخد العهد القديم هو وحي التدريج بدائيات بيبين للإنسان عجزه في إرضاء الله لغاية لما يوصل بي لإكمال النموذ هو في شخص ربس هو الوحي العظيم هو ده المستهدف اللي على أساس الإيمان بيصير لنا مرة تانية هم بيجي دور الخلفيات الحضرية مثلا أنت بتقرأ عن أيام إبراهيم أيام إبراهيم بتشوف الكولشر الكولشر كيف كانت أرض كنعان المدن تبعت كنعان لما راح لمصر كيف اللغة كيف العداد كيف التقاليد تقرأ مثلا سفر أيوب تقرأ عن معايير عن مقييس عن أفكار عن أشياء اللي فعلا وأنا من النوع اللي بسموها travel with the time عارف بحب يعني بحال ما أقرأ شيء بحس كأنه أنا في هاي الحق في هذا الزمن ولكن هذا التسلسل إنه ما بينفع تتكلم في أيام أيوب تستخدمها مثلا في أيام إشعية ولا في أيام الأنبياء الصغار أو في العهد الجديد هاي كانت عداد مستخدمة أيوب في أيام أيوب دي القرينة التاريخية بالضبط فبيحكي عن أسليب معينة عن مثلا موازين معينة عن معايير معينة أيوا عن أفكار معينة عن طرق وأسليب فهم معينة ده صحي عشان كده لما أجي أدرس كلمة الله هذا المبدأ مهم جدا يكون حاضر في ذهني وأكون فاهم أنا بأجرأ إيه وإيه الموضوع الكونتكست بتاع النص الكتابي اللي أنا بجرأه ومع الوحي التدريجي أنه أبدأ أنه أدرك أنه يسوع المسيح هو المركز وده المبدأ السادس أنه يسوع هو المركز أي كل الكتاب بيعلن عن يسوع من التكوين للرؤية بيعلن عن شخص الرب يسوع هو الله الظاهر في الجسد الله بيعلن عن نفسه في شخص الرب يسوع الكتاب المقدس لأنه هو كتاب لكل الناس عشان كده المبدأ السابع أنه أنا بتعلم مما كتب لأجيال سابقة إيه رسالة هذا الكاتب لحالي النهاردة وظروف النهاردة وثقافة النهاردة واللغة النهاردة وإمكانيات النهاردة عشان كده واحدة من المبادئ المهمة وأنا أفتش كلمة الله وأجد فيها الحياة الأبدية أكون حاطة هذه المبادئ السابعة في جدام النظرين بعدين مثل ما اقتبست الآية عن الكتاب كل الكتاب هو موحة نافع أيوة للتعليم للتقويم للتأديب الذي في البر للتوبيخ الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح فأنا بتعلم عم بحظر عم أنظر أنه أه ما عملش زي ما عمل الشعب القديم برجوعه وكسر العهد وأنا بتعلم شيء جديد دلوقتي وعلشان كده يا خنزار زي ما حالي بتقول أنه المبادئ دي اللي أنا باستخدامي بتعلم الشيء الجديد وأنا طلعت بتفسير معين لأ لازم اتأكد أن لأنا وصلت له ده صح ولا غلط في حاجة اسمها مبدأ تاني اسمه المطابقة يعني مطابقة أنه أنا فيه كلمة في هذا النص أنا عاوز أولا أعرف أصلها في اللغة الأصلية واستخدمت فين في مقاطع أخرى تانية وابتدي من النص القريب وبعدين يعني ده يتعلق بأنه السياق النص بس ده أبعد من سياق النص القريب إلى مشابهة هذه الكلمات جات في أي ظروف ومين استخدمها واستخدمها لإيه والمعنى الأصلي في اللغة الأصلية ده بيطمنني إلى أنه التفسير اللي أنا وصلت له هو ده تفسير صحيح أنه أنا طبعا ما عندناش وقت ندي أمثلة كثيرة بس المبدأ التاسع والأخير هنا أنه في الأول والآخر هناك تفسير واحد نعم تفسير واحد للنص قد تتعدد التطبيقات نعم لكن يظل تفسير النص الكتابي تفسيرا واحدا لا يقبل المساوم موضوع شيط جدا أخ أمال بس بحب أعطي فرصة كمان للمشاهدين إذا على قلبك سؤال أو استفسار يمكنك التواصل على رقم الهاتف الموجود أمامك وطبعا فيك توجه أسئلتك عن طريق الفيسبوك سوشال ميديا تتواصل معنا ومنرحب بكل تساؤلاتك وإحنا اللي عم منقدمه هو مذاق لأنه موضوع كبير وموضوع عميق جدا فأنا بشجعك أنك تتواصل معنا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى 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 أهلا أحبائنا المشاهدين معي الأخ أمال جندي وعم نتكلم عن أسليب دراسة الكتاب المقدس وتكلم على بعض المبادئ اللي محتاجين انطبقها وفيك ترجع للحلقة وتشاهد هذه النقاط أنا متأكد أنه رح تكون سبب بركة لحياتك ولكن عندي سؤال أخ أمال يعني أنت لما بتقول لغة يونانية ولغة عبرية مش كل الناس بتقرأ عبري ولا يوناني ولا فاضي حتى أنه تقرأ مشان هيك في الكتاب المقدس مترجم أكتر كتاب مترجم في أكتر من 200 لغة وعد عن اللاجات ولكن برضو الكتاب المقدس هو إعلان يعني الرب يسوع قال لبطرس طوبة لك يا سمعان بن يونان إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في سموات في موضع آخر لا يستطيع أحد أن يقول يسوع رب إلا بالروح بالروح القدس طبعا وبعدين بقول إن أراد الإبن أن يعلن له بعدين رب يسوع بقول أخفيتها عن الحكماء وأعلنتها للبسطة للبسطة الأطفال يعني فلعاوز أقوله يعني مش لازم أحد يكون لهو تضليع جدا عشان يفهم فالله بيكلم الطفل اللي بيقرأ كلمة الله وكمان بيكلم الشخص العقلاني جدا من كلمة الله وأكيد الفهم والإدراك كل واحد عنده الفهم ولكن المرجعية والصياق هو واحد ده صحيح أخي نزا فاك الآية اللي احنا تكلمنا أنه الرب أقام في الكنيسة رسل وأنبياء ومعلمين ورعاة وهو ده لبنيان الكنيسة احنا بنشكر الرب من أجل الأدوات المتاحة للمؤمن النهاردة وانا لما بقول الأدوات المتاحة بقصد تلت أدوات أساسية أول حاجة هو قاموس الكتاب المقدس قاموس الكتاب المقدس ده بيساعدني أفهم الكلمات المستعصية على فهمي وإدراكي لأن مخزوني المعرفي ما أعرفش الكلام ده زي الأوزان الجديمة زي المسافات زي كده أفهم تعبير في سفر أيوب إلى آخره تعبير مختلفة القاموس الكتاب المقدس ده وسيلة بتساعدني لفهم كلمة الله أنا لا أقصد شروحات الشروحات دي ممكن استخدامها في المطابقة بعد كده لكن ده أول حاجة هو قاموس كتاب المقدس الوسيلة الثانية هو فهرس الكتاب المقدس يعني أنا عندي كلمة أنا عاوز أدور أو أدرسها بعمق أدرس معنا كلمة نعمة ما هي النعمة؟ ما هي الرحمة؟ وابتدأ فأنا طبعا بسرعة لحبايب المشاهدين أنه علشان تستخدم فهرس الكتاب المقدس لابد أن ترجع إلى الجزر الثلاثي لكل كلمة أنت عايزها فمثلا رحمة مثلا يبقى را حيمة باب الراء وفصل الحاء والمين وأعرف تحتها كل مشتقات كلمة رحمة رحيم رحمن رحمة وهكذا نفس الكلام يبقى عندي قموس وعندي فهرس الوسيلة الثالثة هو أطلس الكتاب المقدس هذا الأطلس بيبين لي الجغرافيا وبيبين لي المدن والمسافات ده كل ده بيساعدني عشان أفهم النص اللي قد دامي عشان كده الرب بيستخدم هؤلاء الموهبين اللي رب استأمنهم بهذه المواهب لبنيان الكنيسة مهم جدا أني أنا أتحمل مسؤولية دراسة كلمة الله أنا المسؤول لأن الكتاب المقدس ودرسته أهميتها القصوى بتلخص في الثلاث حاجات أستأذنك أقولهم في آيات كتابية بسرعة أول حاجة دوره في حياة المؤمن أنه بيقوي إيمان في رومية عشر سبعتاشر بيقول إيه؟ إذن الإيمان بالخبر والخبر بإيه؟ بكلمة الله يعني بدون كلمة الله مش هيكون عندي خبر وطالما ما عنديش خبر ما عنديش فكرة إيه هو أنا مش هيكون إيمان وفي نفس الأصحاح لما بتكلم على كل من يدعو باسم الرب يخلص طب إزاي يدعو ما حدش سمع عنه كيف يسمعون بلا كارز وكيف يسمعون بكارز وكيف يكرزون إن لم يرسلوا فهنا أهم حاجة أنه تمكن الكلمة المؤمن من إيمانه الحاجة في عبرانيين أربعة تناشر الكلمة الله مع المؤمن بتعتبر زي مصفاة بتكشف أنا بحب جدا المزمون من 39 لما بيقول إيه اختبرني يا الله واعرف قلبي انتحني واعرف أفكاري وانظر إن كان فيي طريق باطل واهديني طريقا أبديا هنا عبرانييني أربعة تناشر لأن الكلمة الله حية فعالة بتعمل إيه بتختارق إلى مفرق النفس والبوح والمغار وتميز أفكار القلب وتميز نياته أزول وكل شيء مكشوفه عريان كل شيء مكشوفه عريان الحاجة التالتة الكلمة ودراسة كلمة الله بتجهز المؤمن إنه يكبر في إيمانه يتغزى ما نفعش يكون واحد لسه مولود بيبي ويترك بلا غزاء هيموت أخ أمال خلينا أسألك سؤال يعني أنا اليوم طلعت فتحت تعرف فيه جربات كتير وفي أخت من بلد معينة عابرة وبعدين بتقول طيب أنا شو أعمل أنا لا في أسيس ولا في راعي ولا في كنيسة ولا عند الإمكانيات يعني طب كيف أنا بشكر الله إنه أنا على المجموعة يعني السوشال أو الواتس آب إنه عم بتعلم من كلمة الله شو هاي الناس تعمل اللي موجودة في هذه الأماكن ما عندهاش الوسائل اللي أنت بتتكلم عنها بص يا خنزار يحضرني المثل الياباني المشهور أيوة اللي بيقول إيه لو قدت واحد سمكة أنت أكلته مرة واحدة لكن لو علمته كيف يصطاد السمك فقد أطعمته طول الحياة صح وأنا بصلي النهار دي يا خنزار إن رب يستخدمك واستخدم الكلمة الحية واللي يستخدم حلقة دي إنه الناس تتعلم إزاي تدرس كلمة الله على فكرة دراسة كلمة الله ليست قاصرة على العلماء واللهوتيين وفتاوه وكلها الأمور لكن في منتهى البساطة في منتهى البساطة تلت خطوات أساسية ورئيسية أي واحد منهم ممكن يعملهم أول خطوة هي لما أجي أقرأ نص كتابي أنا بسام الخطوة دي هي الملاحظة ألاحظ إيه اللي موجود في هذا النص أولا أشوف هذا النص الأدبي أدبياته إيه هل هو شعر نثر قصة رواية وأبتدي أستخلص منه شوية ملاحظات لو مثلا رواية مين الأبطال هذه الرواية وإيه الأحداث وفين الزمان وإيه اللي هيحصل أبتدي أسأل شوية أسئلة أشوف النص الكتابي أسأل لما بيتكلم هات أي نص كتابي وتلاقي أنه في الأسئلة ملاحظة هي أنه أنا بمرن نفسي إزاي ألاحظ وأراقب اللي أنا بجراء ده واللي أنا بشوفه فعندي شوية أسئلة أنا بسألها بتكون إجابتها في هذا النص وإيه الأسئلة اللي بتسألها الأسئلة يعني يعني أنا مثلا بتقول هو بتكلم عن إيه أول حاجة أسألها لنفسي أو ألاحظها كلمات عسرة الفهم الصعبة ودي أرجع أستخدم فيها القاموس عشان أبتدي أفهمها بس أنا أسأل قوله هو الموضوع ده بتكلم عن إيه مين اللي بتكلم مين اللي بتكلم ده كان سؤال خصية الحبشة أيوة لفليبوس ده صحيح لما في لفليبوس الروح أخده وقال له قال له أنت عارف بتقرأ إيه لما كبيره أتفهم ما تقرأه قال له كيف أفهم إن لم يرشدني أحد عملية أشكر الله إن الروح القدس دلوقته هو اللي بيرشدنا أمين علشان ما حدش يعتمد إنه لازم يرشدوا حد الروح القدس اللي جوه المؤمن هو اللي بيرشد فابتدي يسأل مين المتكلمة هو خصية الحبشة قال من هذا المتكلمة بتكلم عن نفسه ولا عن واحد تاني فأنا أسأل هذا السؤال دين ملاحظة طيب ولما أسأل مين متكلم طيب هو بيكلم مين طيب هو بيتكلمه على إيه وإيه يعني مثلا في أعمال واحد تمنى لما ربي سوع بقول إيه لكنكم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أوروشاليم في كل يهودية وسامر والأقصى الأرض هذا النص الكتابي أسأل مين بيتكلم للربي سوع بيكلم مين كلم التلاميس طيب هو يعني قوة لازم أشوف أرجع القموس يعني شهود النص الاستقراء بالنص الاستقراء وفي نفس الوقت بعد كده أبتدي أقارنها أرجع لمبادئ الكتاب اللي هو الكتاب مقدس وأشوف أنه في سفر أعمال صحاح 2 بيتكلم عن ولم حضر يوم الخمسين كان جميع وهكذا فدي أول حاجة هو الملاحظة والشيء الثاني الشيء الثاني هو التفسير تفسير ما ألاحظه يعني أحاول أجاوب على هذه الأسئلة أو تلك الأسئلة وتلك الأسئلة ممكن إجابتي تتفرع من مقتطفات أخرى أو من مصوص أخرى ودي لها شوية خطوات أن أنا أبحث عن الفهم المعنى الأصلي وبعدين أجمع المعلومات وأدي تعريف المصطلحات وده بيساعدني أن أنا أبسط أبسط المقروق ده وأجاوب على كل الملاحظة نرجع أنه فيه تفسير واحد يعني لما رب يسوء أعطى المثل السامر الصالح إنسان كان نازل من أورشالين إلى أريحة فكتير ناس بتركز على الرموز وبتركز على يعني على التطبيق ولكن حقيقة هو فعلا أورشالين بلد عالي على جبال أريحة أخفض مكان في العالم كان نازل نزول جغرافي ده صحيح ده يعني يعني أنا مش مفروض أن أنا أستريتش النص أبعد أطعجها أعطع تعرف مثلا القرينة مثلا الجغرافية في كنيسة لوذكية في سفر الرؤية بيقول ليتك كنت باردا ولا حارا لكنه مزع فكان دايما وعاز البارد ده خاطي والحار ده مؤمن ما تبقاش يا واخد اللي بالي يا كده لا مش كده خالص جغرافيا كان هناك نهر بارد مروي حلو واحد تاني يستشفى به مياه كبريتية وهكذا أنا شفتها بعيني طبعا ووضعوا قنوات ومرات القنوات بتتكسر وبيختلط المي بالزبط خلينا نيجي لالشيء الثالث الشيء الثالث الأخير هو التطبيق وده أصعب حاجة إيه التطبيق إن أنا أعيش هذا النص على فكرة ليس هدف كلمة والله إن أنا إن أنا أعرفها أو إن أنا أحفظها صم لكني أعيشها إزاي الله هو اللي بيغير عشان كده الوصية العزمة بتاعت ربي يسوع إنه إنه أنا أعيش للرب أحب الله وأحب الأخير يعني مثلا في أي نص هسأل شوية أسئلة هقولهم بسرعة علشان ما عادل حلقة أول حاجة أسأل نفسي يترى في شخصية من الشخصيات المكتوبة هنا مثل لي أقتدي بي أو مثل أبعد عنه يعني مثلا ألاقي واحد زي شمشون لا أو لازم أتجنب العمل وشمشون وراح مع دليلة لكن لو لقيت يوسف أتمثل بيوسف أشف الرب يسوع أتمثل بالرب يسوع وهكذا أو ثاني حاجة هل هناك خطية أتجنبها هل هناك وعد لي هل هناك صلاة صليها هل هناك وصية أطيعها هل هناك شرط علي إن أنا ألبي هل عندي عدد أحفظه عشان يساعدني في الأزمات هل هناك تحدي أنا عيش ولا بد أن أوجه وحط نهاية لهذا هل حاجة بتساعدني علشان أتحمل الظرف صعب أنا بمر عليه وأصعب شيء هو التطبيق ملاحظة تفسير تطبيق تطبيق وطالما وصلنا للتطبيق وإحنا يعني ممكن قدامنا ديئتين أخ أمال يعني أنت ذكرت في البداية أنه الكلمة أنه أنا أتغير أتغير بمحضر الله بكلمة الله إيه اللي عاوز توصله من خلال كل هاي الدراسة مع أنه أنا عارف هي دراسة طويلة بس أنت حاولت تحطها في هيك بولتس صغيرة إيه الرسالة اللي بدك توصلها الرسالة نفسي أقولها لحبايبي إدرس الكلمة أعقف على هذا في وقت مناسب وغير مناسب ده ينطبق على دراسة الكلمة ولما تدرس كلمة الله حاول تفهمها تنتقل من العقل إلى القلب إلى السلوك إلى الحياة عيش للرب ونصلي أن الرب يستخدم هذه المبادئ لتساعدك علشان تفهم كلمة الله تلاحظها تفسرها صح وتعيشها ويطبقها بالمعنى الحقيقي يعيشها حياة هذا التطبيقية صحيح أخي مال ربنا يباركك طبعا أنت بتعلم هذه الموضوعات كتير وعم تعمل كرسات كتير كمان حتى على الزوم لو في حد من المشاهدين هل ممكن أتجرأ أولي اللي عاوز يدرس نحطه يتواصل معاك يعني أنا ما استهلش خرطوش فردك زي ما تبدو لي أخذ ظهر رأي طيب يعني ربنا يباركك فعلا دراسة عملية جدا وفعلا في ناس كتير بتسأل يعني كيف أقرأ وشو الأسليب وإيش المبادئ اللي أنا بقرأها وطبقها على حياتي شكرا جزيلا والرب يباركك ويبارك خدمتك يا أخ أمال في الختام أحبائي أنا بضم صوت لصوت الأخ أمال أنه فعلا كلمة الله حية وعاملة وفعالة ومثل ما قال عنها يسوع كلام روح وحياة لابد أن تجدد الذهن ولابد أن تغير الحياة ولابد أن تنقيك وتنظفك ولابد أن تقودك كلمة الله تقودك إلى الكلمة المتجسد شخص الرب يسوع المسيح ودايما اللي بيدرس كلمة الله لابد أن يصطدم بيسوع المسيح فأنا بحب أنك تتعرف على يسوع تآمن بيسوع تسلم حياتك ليسوع ويسوع وعد بالحياة الأبدي وهي صلاة لكل من يشاهد ربني باركك اشتركوا في القناة